مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة في أول يومين من هذا الأسبوع أجواء غير مستقرة فرص لزخات متفرقة من المطر خاصة يوم الاثنين وبعد يوم الاثنين وخاصة الثلاثة والنصف الثاني من الأسبوع أجواء مستقرة وارتفاع قليل على درجات الحرارة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد الأجواء رايح تكون تقريبا باردة نسبيا غائمة جزئيا فرصة ضعيفة لبعض الأمطار في شمال المملكة وبعض المناطق الشرقية درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 15 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 12-6 والمرتفعات الجنوبية 9-4 والأغوار 22-13 درجة خليج العقبة 21-12 أجواء مشمسة في المناطق الجنوبية يتخللها ظهور بعض السحب لكن الأجواء باردة بالليل البادية الجنوبية الشرقية 13-4 والبادية الشرقية 14-4 درجة مئوية يوم الأثنين تتأثر المملكة بأجواء غير مستقرة وبالتالي تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة تسقط زخات رعدية من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية أيضا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 15 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 11-6 المرتفعات الجنوبية أجواء باردة 7-3 الأغوار 21-12 درجة وخليج العقبة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزيا 20-11 البادية الجنوبية الشرقية زخات رعدية من المطر 13-3 والبادية الشرقية 15-5 درجات مئوية يوم الثلاثة استقرار على الأجواء ارتفاع قليل وتدريجي على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 والصغرى 10 المرتفعات الوسطى 13-8 المرتفعات الجنوبية 9-4 والأغوار 23-13 درجة وخليج العقبة 22-13 البادية الجنوبية الشرقية أجواء باردة نسبية نهارا باردة ليلا 13-3 والبادية الشرقية 15-4 درجات مئوية أجواء يوم الثلاثة ما بين مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة وبتكون أجواء مشمسة بشكل عام يتخللها أحيانا ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة الدرجات الحرارة العظمى طبعا أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى في المناطق الشمالية 18 والصغرى 9 المرتفعات الوسطى 14-7 المرتفعات الجنوبية 11-5 الأغوار 25-14 درجة مئوية قليج العقبة 24-13 البادية الجنوبية الشرقية 14-3 والبادية الشرقية 16-3 درجات مئوية الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة يعني اعتبارا يوم الثلاثة ثلاثة أربعة خميس في عندنا ارتفاع استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لكن هناك رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة الخميس 19-11 العظمى في المناطق الشمالية المناطق الوسطى 15-8 المرتفعات الجنوبية 11-6 الأغوار 25-14 وخليج العقبة 24-13 البادية الجنوبية الشرقية 14-4 والبادية الشرقية 15-3 درجات مئوية يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء يعني بنقدر نقول أجواء ما بين باردة نسبيا إلى دافئة نسبيا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغر 11 والمرتفعات الوسطى 15-7 المرتفعات الجنوبية 12-6 والأغوار 26-15 درجة مئوية وخليج العقبة 26-15 البادية الجنوبية الشرقية 15-5 والبادية الشرقية 15-6 درجات مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نتمنى لجميع السلامة ونترككم في أمان الله شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر